عدن على صفيح ساخن واقع يعززه هذا التتابع في الحوادث الأمنية التي تشهدها العاصمة السياسية المؤقتة لليمن في هذا المنعطف الحاد والخطير من تاريخ البلاد هذه المرة كان القصر الرئاسي الأكثر تحصينا في عدن هو الهدف انفجرت السيارة عند الحاجز الأمني الأول للقصر مخلفة ستة شهداء بينهم مدني محاولة هي الثانية من نوعها لاستهداف قيادات كبيرة في الدولة منذ أن قرر الرئيس هادي ونائبه وعدد من أعضاء الحكومة العودة إلى مدينة عدن فقد شهدت المدينة في السادس من أكتوبر الماضي محاولة إرهابية فاشلة استهدفت المقر المؤقت للحكومة في فندق القصر سلسلة لا تتوقف من العمليات الإرهابية والتخريبية التي وضعت قيادات السلطة المحلية في محافظة عدن وكوادرها الأمنية وقيادات المقاومة وكل من وقف ضد مشروع الإنقلاب أهدافا مباشرة لها مع اتساع ملحوظ للقائمة لتشمل أشخاص مغمورين بل وتجمعات شعبية على نحو ما كشفت عنه المحاولة الفاشلة لتفجير عبوة ناسفة في سوق شعبي بالشيخ عثمان وفقا لمصادر الصحفية في عدن عمليات التفجير الإرهابية والاغتيالات في عدن يراها البعض هنا امتدادا للمعركة التي خسرها المخلوع وحليفه الحوثي في هذه المحافظة وفي المحافظة الجنوبية وغيرها من المحافظة المحررة خطة تأمين عدن استحوذت على اهتمام القيادة السياسية خلال الأيام الماضية وإلى أن تصبح حقيقة معاشة لن يكف المتربصون بعدا عن استهدافها بعمليات إرهابية كهذه فهؤلاء يريدون تقويض مسعى الحكومة الحثيث لتأمين قاعدة راسخة في عدن من شأنها أن تتيح لها الفرصة للانطلاق في عملياتها السياسية والعسكرية والاقتصادية وصولا إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ترجمة نانسي قنقر